نعم أحمد بالفعل تشير المعلومات الصادرة عن وزارة الداخلية ولجنة التحقيقات ووزارة الصحة مصادر في الحقيقة متعددة لتفيد بمعلومات عن تنفيذ طالب تم تحديد هويته هو طالب نفذ هجوم مسلح فتح النار على جامعة بيرم في سيبيريا لم تعرف الدوافع بعد تم إلقاء القبض كما ورد في الآخر التحديثات تم إلقاء القبض على الطالب منفذ الهجوم لم تعرف كما قلت بعد دوافعه تعرض للإصابة ولجروح خلال عملية القبض عليه يبدو وفق المعلومات المتوفرة إلى الآن أن الحادثة غير متعلقة بالانتخابات لأن الانتخابات قد تم الانتهاء منها وهي الآن في مسألة النتائج في خواتيمها هذا ما يتعلق بحادثة أطلاق النار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر